مرحبا ماكن خالد من قناة المعرفة بالعربية على اليوتيوب ولو عندي درس جديد للكون عن أهم الأفعال المركبة أو بما يسموا بالسويدية بـ Particle Verb بصراحة الأفعال المركبة أو Particle Verb بيعتبروا كتير مهمين بتعلم لغة السويدية لأنه هني بيعتبروا مفتاح فهم اللغة العامية للسويدية أو لغة الشارع مثل ما مسمية بس احنا بالعادة مرخاف منهم لأنه ما قالوا انترجمة حرفية أو من الأصل ما منلاقي لهم ترجمة بس هذا الشي أنا بشجعكم لكم تحاربوا عن طريق أنه تحفظوا الأفعال المركبة وتدرسوهم بقلب جملة لما يكونوا بقلب صياق مثل ما أنا اليوم لحعطيكم إياهون فلح تدروا كتير تفهموهم أحسن من ما أنه بس تحفظوا الترجمة طبعا فمرة ثانية الأفعال المركبة كتير لها تسحيل عليكم سمع اللغة السويدية وحتى لقراية باللغة السويدية لأنه كتير اللانس اللي بتحكي السويدية بتفضل لأنه تستعمل الأفعال المركبة عن باقي الأفعال إذن ما هي الأفعال المركبة أو بكل بساطة من دون ما نفوت بكتير قواعد الفعل المركب هو عبارة عن فعل زائد تركيب لإله يعني مثل عبارة عن فعل زائد جزء تاني الآن الفعل لما يجي لحاله تخيلوا أنه لأ جاي هذا الفعل لحاله اللي هون بالأحمر لما يجي لحاله هو بيكون معناته شي ما بس لما نحط له لحنا البارتيكل هذا فلح يتغير معناته لهذا الفعل سواء جزئيا أو بشكل كامل فأحيانا لحنا بيكون عنا فيرب أو فعل منحط له البارتيكل تابعه منحط له جزء تاني مجنبه فبيتغير جزئيا ويصير معناته شيء تاني أو ممكن يتغير كليا يصير معناته شيء آخر أبدا ما له علاقة بالفعل الأصلي مثل ما نشوف هلأ لحنا بالأمثلة فبس هي كل القصة مع الأفعال المركبة إنه هي عبارة عن فعل زائد جزء تاني محطوطه مجنبه بارتيكل تاني مثل ذرة بس هي ترجمتها الحرفية بس أنا بحب بسميها جزء فهلأ هون تطر يهدرسكم إياها هلأ هون أنا عندي فوق البرتيكل فرب كله بس البرتيكل فرب أسميكم إياها أول قسم بالأحمر اللي هو الفعل الأصلي يعني فعل معناته شيء ما بس لما نحط له أو نضف له هذا الجزء اللي إحنا هون أنا حاط لكم إياه بالأخضر لما نضيف هدول الكلمات للأحمر لهذا الفعل فلح يصير معناته شيء تاني يمكن يتغير جزئيا أو بشكل كامل مثل ما هلأ احنا هون شايفين ستو يعني يقف بس لما نقول لأحنا ستو اوت ميد يعني صارت يتحمل بكل بساطة هي كانت لصة خلينا نشوف لأ احنا أول مثال اللي هو عنجد ستو اوت ميد يتحمل المثال هون ستور انت اوت ميد سينبان هون ستور انت اوت ميد سينبان هي لا تتحمل أولادها إذن هون هي ستور انت اوت ميد هي لا تتحمل سينبان أولادها الشي اللي احنا هون مهم اللي احنا شايفينه انه هاي الصور نازلة متل ما هي طبعا انا هون حاطلتكن اياهم بالإنفينيتيف بحالة المصدر وانا هون عم بستخدمها بحالة المضارع بالبريزنس وشان هيك حاطيت الار بس البرتكل فيرب هون ما بيتغير حسب الزمن بس البرب الرئيسي هون مسميه الهوفد فهذا اللي بس اللي بيتغير البرتكل فيرب ما بيتغير حسب الزمن فهلا هون هي لا تتحمل اولادها شايفين انتو اني انا حاطت خطحت انتا النفي شي كتير مهم اللي يليلكون يا انه السادس ادفربيال او متل ما بنسميه احنا الاضرفة يلي هنه منهم الانتا تبعا النفي بتنحط مباشرة بعد الفعل الجزء الاول اللي احنا هون حاطينه بالاحمر وما بتنحط متل ما بالعادة منساوي انه اللي احنا بنحطه بعد البرتكل فيرب كله يعني هون ستور اوت ميد انتا سينابان خطأ هيك السادس ادفربيال او الاضرفة او النفي بشكل عام كله بيعود بعد الفعل مباشرة فتذكروا هذا الشي لاح يمر معنا بامثلة تاني فلا تخافوا لاح نراجوا اكثر فهذا كان اول مثال ستو اوت ميد يعني يتحمل تاني مثال ينتظر 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 وينتظر او او ينتظر او انا اجلس او انا اتعد او انا انتظر دوري او ينتظر او ينتظر شافين انتو اللي احنا بدنا نقول انا عم بنتظر او عم بنتظر على شي فay بستخدم تخيلوا انو احنا بالعربي بنقول احنا انا عم بستنى دوري بس تخيلوا كاني انا بديقول عم بستنى على دوري فهيك يعني فهيك صارت اسهلة لنا فكل ما بتكون تقولوا عم بنتظر شيء ما فبتقول بس كما تكون شافين هون هي جاي بالمضارع بعدين عنا يستمر او يتشبث معناتهن يتشبث يعني واحد عم يتشبث بشي مشاب ما يقع او ممكن تيجي استمر بس بمعظم الاحيان تيجي استمر وهي كتير مهمة تعرفوه هولا هو فعلا كتير مهم على فكرة كتير هذا يمكن اكتر فعل شفته باللغة الاسوادية اللي اللي له بارتيكل فرب فيه فيه له اكتر ممكن اكتر من عشرة بارتيكل اللي احنا فينا نحطوه له هولا فهذا حظهن كلن فكتير لح تصير اصلا لنعرف الحياة او اللغة العامية الاسوادية كريسن كم مرأت هولا يساي ايف ليرا موندر كريسن كم مرأت هولا يساي ايف ليرا موندر الحالة الطارقة كريسن لحضل كم مرأت تستمر هولا يساي لأعدد اشهر ايف ليرا موندر اذا كلمة كلمة هلا هون الحالة الطارقة كريسن ما فيه اشي كم مرأت يعني متل سكا نحنا عم نقول متل شيء بالمستقبل لح يصير بعدين انا حاطت هولا يساي او هولا يساي لح تظل مستمر كم مرأت هولا يساي لح تظل تستمر لعدد اشهر طبعا انتم هون شافين اني انا حاطت ايف ليرا موندر يعني لعدد اشهر ليش حاطت اي لانه لما بديقول مدة زمنية سواء دقيقة خمسة ايام عشرين ساعة عدة اشهر عدة سنين بحط اي كلمة بديقول فترة زمنية بحط اي ففي عدة اشهر ايف ليرا موندر فهذا كانت هولا اي شاي يعني يستمر فبتكون تقولوا شيء يستمر بس بتقولوا انه كم مرأت هولا اي شاي وبس من دون كم مرأت بتقولوا انه الشاي هولر اي شاي مسلا هلا هون الشاي انتو شايفين انه هي اه شيء اسمه متل عم نعكس لحنا اه للفعل نفسه بس لا لا تهتموا بهذا الشي لانه جاي مثالي بابضح هذا الشي اكتر بعدين عندي هلا اه المثال الرابع شنا بوساي شنا بوساي يعني يحس او يظن شنا بوساي ما الا ترجمة حرفية بالعربية بس انه متل اندماج بين هدول الترجمتين يحس ويظن شيء بيناتهم تماما يعني متل عم حس وعم اظن بنفس الوقت يوق شنر بومي اطهون هارت يوق شنر بومي اطهون هارت انا عم حس او انا عم ظن داخلي انه هي مع اطهون هارت فشنر بومي انا هون شايفينها شن نحططها بالمصدر بالمضارع بتصير ايا ار يوق شنر بومي انا عم حس بداخلي انا عم ظن بداخلي انه هي مع اطهون هارت هلا هون لحنا اجينا للساي اللي هي شرحت لكنيها قبل شوي ساي بترجع للفاعل انا هلا بما اني انا اللي عم بقول يوق انا فالساي لح تتغير لح تصير مي يوق شنر بومي وليس يوق شنر بوساي اليوق بتصير مي الدو بتصير داي الني بتصير اير البي بتصير اوس الباقي كله بياخد ساي في اевидiting فهذا شي مهم تعرفوا ان بتكون تحاولوا هلا اذكروا بتكون تحاولوا شنرQue الزمن بالفاعل الرئيسي وطاني شي ا vielä موجودا اسي بتكون تحولوا اني واحسي بالفاعل فاللا اي هوب يعني انهار هي الا سسيمة فالري هوب هي الا السسيمة فالري هوب النظام كاملا او النظام شاملا هي الاستيمة ينهار ينهر فالر إيهوب فإذا النظام كله ينهر كل بساطة بيود دا اوت يعني يعزم وخصوصي بيستخدموها لما حدا بدو يعزم حدا تاني على موعد أكتر شي موعد غرامي بيس عملوها هانس كبيود دا اوت هنه بو ان رستورانج هانس كبيود دا اوت هنه بو ان رستورانج هو سوف يعزموها بيود دا اوت هنه لح يعزمها على مطعم او لح ياخذها على مطعم فدائما نذكروا انه بيود دا اوت عم بازم حدا على أكل واكتر شي بيستخدموها متل از بتعرفو بديت يعني متل موعد غرامي اكتر شي بيستخدموها ولما تكون تقولوا انه بمحل معين فبتقولو بهاي الحال نستخدمت مطعم بو ان رستورانج بمطعم فإذا بيود دا اوت يعزم بعدين عندي انداش اين انداش اوت ما حطيتلهم مثال لانه ما في داعي انداش اين يعني يتنفس او يأخذ شهيق انداش اوت يعني عم يعطي زفير فانداش اين وانداش اوت ما شافين انتو هون انه الفعل بينتهي بالاس هذا انه شي اسمه فعل ديبونانت بس لا تخافوا منه انه مجرد افعال بالمصدر بتنتهي بالاس بس هي كتير عادية يعني لما تكون تحاولوها للأزمنة التانية بس بتخلو الاس محطوطة سلو این سلو این يعني يغلق فسلو این يعني يغلق معنو لحنا نعرف این يعني مرة أخرا بس لما تيجي مع سلو يعني صار شي يغلق رستورانġین هاردوينگاتس سلو این رستورانġین هاردوينگاتس سلو این المطعم رستورانġین رغيما passiva form هاي مبنين المجهول حدا رغم المطعم المطعم رغم أنه أن يغلق سلو إيان فالمطعم أجبرة أو رغم أن يغلق سلو إيان بما أنه هون جاي الفعل فبيجي الفعل اللي بعده فورا بحالة أو المصدر يعني يعدل أو يلغي بما زم الأحيان بتجي يلغي بس أحيانا كتير اللي بتجي يعدل دو ما يتفنغنا أتستلا إن كونسرطن هنه مرغمين دو ما يتفنغنا هون تفنغنا جاي صفة طبعا لألون أنه هنه مرغمين أنه يلغو أتستلا إن كونسرطن الحفلة الغنائية إذن هون مرغمين أنه يلغو أتستلا إن الحفلة الغنائية كونسرطن هون في شغلي أنا يمكن ما أتمر معنا بعض الأمس بما أنه لحنا هون فلاح أشرحها أنتوا شايفين هوني أنا حاطة أت لألكم اللي بيعرفوا فلما تستخدموا مع لما بتكون تحطوا نفي فبتحطوا النفي مثل العادة بتحطوها قبل الفعل لحنا بالعادة قلت لكم أنا بتحطوا النفي بعد الفعل بس ما يكونوا عندنا مثل أت مثلا هي يعني بداية جملة فبنحط النفي بعد وقبل الفعل بريسي أم بريسي أم يعني يهتم هن برير شي إنت أم我的 هن برير شي إنت أم我的 time هو لا يهتم هو لا يهتم ب المزيد يعني هو ما عاد حتم فيني لنغ7 لنغ7 يعني ما عاد فهن برير شي إنت أم我的 هو ما عاد حتم فيني فهن فهان هو برير شي يهتم انت اوم اه ما عم يهتم بي او عني ما عم يهتم ما عدا اهتم عني مزيدا فشافين اه 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 احنا هون كيف حاطين الانت بعد الشي وهي حالة خاصة انه بتيجي الانت لحنا هون حاطينه لحنا بعد الشي مو بعد الفعل مباشرة يعني يحمي دو مستى ورماغب انان træningen دو مستى ورماغب انان træningen دو مستى أن تجب ورماغب أنك تتحمي قبل التمرين انان træningen إذن يجب أن تتحمي قبل التمرين دو مستى ورماغب انان træningen فلی نقول ورماغب مس هل من حمي الفرن سي افتر يعني جراعي أو يهتم بس هي أكتر شيء زابطة يراعي العائلة تراعي أو تهتم به إذن العائلة مثل فكروا فيها أنه مثل العائلة عم تشوفه أو عم تشوف من بعده فلحنا هون مثل عم قلوا أنه العائلة عم تهتم فيه يعني يتخلص من لحنا لازم نتخلص من سيارتنا القديمة فشايفين لحنا الparticle verb من صعب مثل ما لحنا شايفينه معظم الأحيان لح أني محتوطيني مجنب بعضون فما في خوف من استعمالون هاكفار يعني يبقي أو يبقى فوري تاغن في الهاكفار سينا أنستل دا فوري تاغن في الهاكفار سينا أنستل دا في الها يعني مثل يريدو كفار يبقو فمثل بدون يريدو أن يبقو بس لما بأنه هاي particle verb فالتنتين يعنو شي واحد يبقي هو يهتم فقط بنفسه على هون شي مهم شايفين أنتو حاطت خط تحت بارة بارة هي كمان ساتسات فربيال ظروف مثل انت تماما فبتحطوها نفس محل لانت يعني بارة هون جاي يعني فقط فبتجي متل ما قالت الكون ساتسات فربيال فورم بيجي بعض الفرب خوتر يهتم بيت تاغوت مثل يبدل نو أردي داقز أت بيت تاغوت موبلنا نو أردي داقز أت بيت تاغوت موبلنا الآن حان الوقت نو أردي داقز داقز تبهو ما بتعني يوم داقز بالأس آخرة يعني بتعني الوقت نو أردي داقز يعني هلا أحان الوقت أت بيت تاغوت موبلنا أن نبدل لعفش موبلنا فأت بيت تاغوت موبلنا أن نبدل لعفش بلاندا يهوب يعني يخلط بين ونتبهو يمو يخلط بين يعني مثل لحنا عم نساوي مثلا قاتو يخلط بين مثل لحنا عم نخربط فبلاندا ينت ايهوب دم جاملة بابرنا مدوم نية بلاندا ينت ايهوب دم جاملة بابرنا مدوم نية بلاندا ينت ايهوب يعني لا تخلط بين أنا هون عم بأمر لا تخلط بين بلاندا ينت ايهوب دم جاملة بابرنا اللوراء الأديمة ميد دومنية مع الجداد فلا تتخلط بين اللوراء الأديمة مع الجديدة هوبا أوفر يتخطى في هوبا أوفر دين فوشتا أوفنين في هوبا أوفر دين فوشتا أوفنينين لحن نتخطى أو سوف نتخطى التمرين الأول دين فوشتا أوفنينين هوبا أوفر يتخطى وشافين هنا كيف قلت أنه لحنا سوف نتخطى أو لحنا نتخطى التمرين الأول لأنه أحيانا بالبرزنس أو بالمضارع فينا نستخدمه للمستقبل قريب أحيانا بس ست تبو يعني مثل يشغل وتستخدم أكتر شي للإلكترونيات ست بو راديون تاك ست بو راديون تاك لأنه أنا عم بأمر حدا مثل عم قل له ست بو راديون يعني يشغل للراديو شكرا تاك وستينغ أوف يعني يطفئ ستينغ أوف تيفين ستينغ أوف تيفين يعني مثل طفية تلفزيون باستينغ أوف تيفين طفية تلفزيون لاحظين أنتوا كيف تيفين أنا حاطت نقطتين فوق بعضنا بعدين حاطت الان لأنه التيفين لما بنا نعرفه فنحط نقطتين فوق بعضنا بعدين منحط الان ما فينا بس نحط فنحط نقطتين فهو ستذكروا هاي وأنا هون عم بأمر إنه قطفية تلفزيون فهذا كان كل شيء اليوم شكرا جزيلا للمشاركة وضغطوا على زر سبسكرايب أو اشتراك زبتكم تعبوا دروس أكتر أنا بعرف هذا الدرس اليوم ما كان سهل بس بوعدكم إنه إذا هاي الكلمات حفظتوا لح تصير كتير أسرة عليكم إنكم تصيروا تستخدموا اللغة تاني شيء إذا حبيتوا الفيديو فليش هاتم تركوا لايك وتعليق وتقلولي إذا حبيتوا مشان بركي بصير بعمل منهم أكتر إذا حبيتوا فبيقلكون حظ موفقوا لك كتير